مذكرة احتجاج رسمية سلمتها المملكة العربية السعودية عبر وزارة خارجيتها إلى سفير اللبناني لدى المملكة فوز كبار بعد استدعائه رفضاً واستنكاراً لكلام وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شرب الوهبة عبر قناة الحرة ليلة الاثنين وذلك نظراً لما قد يترتب على ما اعتبره بيان الخارجية السعودية بالتصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين الخارجية السعودية عربت عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تصريحات وهب من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجية مؤكدة أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين رئاسة الجمهورية اللبنانية من جهتها أصدرت بياناً صباحاً أكدت فيه عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية كما شددت على حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة معتبرة أن ما صدر عن وزير الخارجية والمختاربين يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس في أي حال من الأحوال موقف الدولة اللبنانية ورئيسها العماد ميشيل عون الحريص على رفض ما يسيء إلى الدول الشقيقة والصديقة عموماً والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصاً وكان لفت بيان بعبدة إلى ردود الفعل على حديث وهب التي هدفت إلى الإساءة إلى العلاقات الأخوية القائمة بين لبنان ودول الخليج وهو ما بدى واضحاً بحسب بيان رئاسة الجمهورية من خلال ما صدر من مواقف سياسية إضافة إلى الحملة الإعلامية المبرمجة التي رافقتها على رغم التوضيح الذي صدر عن الوزير المعني بأنه لم يسمي دول الخليج في معرض كلامه الوزير وهب كان أصدر بياناً أول ليلة الاثنين وعقب المقابلة مباشرةً جاء فيه أنه فوجئ بتفسيرات وتأويلات غير صحيحة لكلامه لأن ما قاله لم يتناول الأشقاء في دول الخليج العربي ولم يتطرق إلى تسمية أي دولة وأضف وهب أنه فوجئ أكثر ببعض البيانات الذي صدر في لبنان والذي يحور كلامه ويدفع لتوتير العلاقات مع الأشقاء في المملكة ودول الخليج تحقيقاً لمصالح شخصية على حساب مصلحة لبنان وهب جدد تأكيده الحرص على أفضل العلاقات مع جميع دول الشقيقة والصديقة للبنان داعياً المستضين في المياه الراكدة إلى التوقف عن الاستثمار في الفتنة بين لبنان وأشقائه وأصدقائه هذا البيان كان تبعه بيان ثاني أعقب بيان بعبداليوم وجه فيه وهب اعتذاراً وأكد فيه وزير الخارجية مرة جديدة أن بعض العبارات غير المناسبة التي صدرت عنه في معرض الانفعال رفضاً للإساءات غير المقبولة الموجهة إلى رئيس الجمهورية هي من النوع الذي لا يتردد في الاعتذار عنه مشدداً على أن القصد لم يكن لا أمس ولا قبله ولا بعده الإساءة إلى أي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة التي لم تتوقف جهوده لتحسين العلاقات معها وتطويرها لما فيه الخير والمصلحة المشتركين ودوماً على قاعدة الاحترام المتبادل وختموه ببيانه بالقول جل من لا يخطئ في هذه الغابة من الأغصان المتشابكة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر